موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم كل متابعي قناة Easy English with Mr. Mohsin كل محبي تعلم اللغة الإنجليزية حول العالم أهلا وسهلا بكم في قناة Easy English with Mr. Mohsin ونكمل مع بعض الدورة التدريبية أو التعليمية المتكملة لتعلم اللغة الإنجليزية من الصفر ومعنا الجزء الرابع من الدرس الثاني الدرس الثاني اسمه نطق الحروف المتحركة ومعنا النهاردة حرف جديد وهو نطق حرف ال-I Pronouns letter I يلا نبدأ مع حالات نطق حرف ال-I عندي حالتين لنطق حرف ال-I أولا بننطقه قصير وهنعرف إزاي هننطقه قصير إذا جاء بعده حرفين ساكنين أو حرف ساكن زي ما تعودنا في حرف ال-I وحرف ال-A كذلك هنعرف إزاي نطق حرف ال-I زي كلمة pin 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 يعني pin يعني دبوس six six يعني رقم ستة thin thin يعني نحيف thin يعني نحيف طويل زي نطقه في الحروف يعني هنقول I هننطقه إزاي ال-I إذا أتى بعده حرف ساكن ثم حرف ال-I والقاعدة دي زي ما معنا هنعرفنا إنها موجودة في ال-A أيضا إذا جي حرف ساكن بعد ال-I وبعده حرف الإي بننطقه I ثاني شي إذا جاء بعده حرف الجي أتش الجي أتش مش هنطقها بس هنطق الإي كآي حرف طويل أمثلة عندي بايك بايك يعني دراجة وهنلاحز إن هنا أدي حرف ال-I وبعده حرف ساكن وبعده حرف الإي like 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 يعني يحب هنا بعده الجي أتش زي light light يعني ضوء أو نور light fight fight يعني يترشجر أو يتقاتل أو يتخانأ اسمها fight fight حرف ال-I هنا في هذه الحالة ينطق زي ال-I وال-GH لا ينطق كده ننتهينا من الفيديو أتمنى تكونوا استفدتم مستمتعتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من قناة Easy English with Mr. Mohsen نجحنا في تعلم اللغة دايما بيكون بأيدينا لازم يكون عندنا عزيمة وإرادة وتنظيم وإثرار والثقة بالنفس شكرا لكم